حراك منور دايما الله خليك شكرا دوري هيبدأ جديد دوري كده شكله بادئ بايه بحاجات حلوة أول المؤشرات الحلوة دي إن احنا دخلنا سوق انتقالات ليس كما جرت العادة خناء بالنادي الفلاني والنادي العلاني لعب يوقع لناديين الحاجات اللي دايما بنعيشها اللي سنوات حراك دايما تقول من ساعة مبادئة الشوم اللي بعيش فرايح راك في سوق الانتقالات الحالي في الدولة المصر في فرق عملت انتقالات كتير قوي والغليب مثلا أسوان حالي تعتاشر صفقة ولا تمنتشار صفقة المصري عمل انتقال عشر عاما سنوات حداشر يعني عمل صفقات كتيرة الإسماعيلي نفس الحكاية سيراميكا كولوباطرا كما نعمل سيراميكا كولوباطرا عمل كده البنك الأهلي الأهلي تلاتة أو اربعة بس الزمالك حوالي سابعة ثمانية ستة يعني عدد لبأس بيه معقول شوية بس ملحوظات حضرتك الأبرز في هذه الانتقالات هل مثلا النادي الأهلي شايف أنه عمل صفقات كافية ولا شايف أنه مدخلش سؤال الانتقالات بقوة لا أنت محتاج إيه وانا يعني كلمتي في الحكاية دي قبل كده كريم هو الأهلي اللعب تنجوم في الكره المصرية يعني يعني السولية أنا أقول لك أسماء السولية حمدي فتحي أكرم طوفيك علي معلول علي معلول عمد الشناوي محمد شريف عبد المنعم عبد المنعم عبد القادر يعني النورت 7-8 أسماء 9 أسماء أساسيين طب المطشن اللي لعبهم الأهلي الفرقة الأساسية بتلعب واللي بره عادين نجوم كلهم يعني ما بيش واحد نص نص ما تقولش الفرقة نقصة ما تقولش أنها نقصة يعني ما تحسش أنه فيه مشكلة في المراكز أو البودلاء يعني ممكن ممكن أنت محتاج علي معلول يبقى ليه بك شمال قريب من مستوى محتاج معهاني أكرم طوفيق محتاج ده موجود لكن مع علي معلول يمكن يمكن ده المركز اللي نقصه إنما البديل موجود برضه ممكن يكون أيمن أشرف صح أولا هو الشايف إنه أيمن أشرف ليه تباك أكتر منه ومتنساش كمان كريم فؤاد منضبر المنتخب كريم فؤاد طبعا كريم بيلع من ناحيتين يمين وشمال مثلا فهنا أنت يعني عشان الناس بس افتكلم على الأهلي ما لاهلي يعني فرقة كلها يعني نجوم نجوم مش 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 ناس عادية يعني مش لعيبة عادية فيمكن ده اللي خلى صفقة صفقة الأهلي تبقى ليلة شوية يعني وده حاجة منطقية جدا يعني طب بالنسبة لنادي الزمالك الزمالك عاز صفوفه بفرقة مجموعة برضو كبيرة نسبيا بس مش كتير قوي لأن هو عنده نجوم ونا وجهة نظري كده كمان إن الزمالك عنده نجوم يعني وعنده نجوم ما كانوش يعني زي قصة بن نزيمة كده اللي انت كنت بتتكلم عليها لهم يعني بن نزيمة كان عايش في ضل كريستيان رونالدو لظروف بتفرض إن هو يبقى النجم يعني صحيح إنما عبدالغان أشرف روقة أنا بشوف بشوف إنه هم بيشولوا في وسط مهل عبد الزمالك معهم إمام عصور صحيح معهم نمار لعيبة ممكن ما تكونش كانت وغدة الفرصة الكاملة والمباريات الكثيرة لكن أخدت لما طرق حامد مشي صحيح ولما ساسي مشي ابتدى يبقى في التركيز على أنت لعيبة عندك استفيد بيهم صحيح يعني فابتدى الرجل يستفيد بيهم لا يعني الصفقات دي لازم لي أنت بتشوف حد بره يجيب ستة وتمانية وتسعة في كل سنة نحن نتعودين نجيب 12-13 واحد كل فرصة نحن كل بيجيب عشرين كمان بتغير بتغير التشكيب اللي احتياطي الأندية كل واحد يقول لك كعادة عشرين مشي خمسة وعشرين وهاتة أربعة وخمسين صح كتير اه ترجمة نانسي قنقر